بمناسبة نهاية كاردن بالنسبة لك الجول بتاع افشا ولا جولة ابو تريكا في الصفاكسي ايهما اهم؟ اه ما اقدرش بقى تيه حاجات عارف الاعيام الاتنين اصعب من بعض اه الاتنين احنا من بعض وبعدين فيه مقارنات دلوقتي كتير جدا في البرامج ما عرفش ليه بي اه لا انت مثل انت ديه لا ما نكلمش على الجولة هو دي طبعا احنا كلنا بنسأل بعض اه انت فهم؟ فهي دي الطبيعي فيه حاجات كتيرة كريم تعمها حلو اه ومرتبطة معنا بذكريات فالواحد ما بي يعني مش لازم يبقى ده يعني ده اكلة بالنسبة لي فده مش معنى انه غالي او مهم يعني كل واحد بالنسبة انت بس يقود الفراج على مطش الصفاكسي اللي هو بتقول ايه الجول جيه في توقيت صعب جدا في ديها وطريقة الجول في تونس والطريقة الجول بتاع افشا ده مطش الزمالك اصلا اه طبعا افريقيا فكل واحد بليه اهميته فاحيانا تلاقي واحد يقول لك لا بالنسبة لي الجول بتاع الصفاكس بتاع بطريقة واحد يقول لك لا والله الجول بتاع هتقول لك مثلا الجول بتاع عماد ميتاب في سيو سبور في الدرالية هو فيه حداث يعني 2006 انا ما عيشتش الحدث فيه منعلك لكن المطشين يعني ميتاب عيشته في الملعب افش عيشته في الملعب يعني حتى لو انت مش بتلعب انت قاعد على الدكة فشوفت الحدث وانت مشدود مع المطش هو جول يعني ما تنترش تقول مين فيه محلة زمانت بتقول اللي اتنين مرتبطين معانا بذكرهات خطيرة كبيرة جدا نجونا بطريقة توقيت وصعب يعني كنت اتفرج كنتش لسه في الفريق الاول ما كناش لسه طلعنا وكنا صغرين هتتتكلم كان ساعتها 2006 يعني بتتكلم في 18 سنة أو 17 سنة يعني كنت اتفرج على قهوة في الشارع عادي جدا فريق على قهوة اه وفيه ناس يعني الجندا مرتبط معاوه بذكره فيه ناس بتاريت تمشي وفيه ناس قاعدت حتى ناس قاعدت دي كان مفروض احنا نتكرم ساعدها احنا نتكرم احنا برضو كنت قاعد لان انت مستني يعني انت مؤمن اني هيحصل حاجة وفيه ناس دي حقيقة انا شفتها وفيه ناس كانت بتاريت دمع بتاريت دمع ان المطلع راحت بطلع راحت والاهل هيخسر فالجنل لما دخل دي حقيقة ده واقع القهوة قسرت لا القهوة قسرت يعني فيه ناس رامت الكراسي فعلا والراجل ابتدى يجر ورانا صاحب القهوة وبعدين وكانت انا واحد صاحبي طلع عالترابيزة وطنطيت ورأس لا يعني كانت حاجة فعلا ساعتها اذا ما بقولوا الدنيا تراجد ساعتها يعني فيه جوان ساعتها احنا حسنا بيها ان الدنيا تراجد زي جن متعة في الجزائر لا فيه جوان انا حسيت العمارة او المنطقة اللي انت هزت فعلا جن افشا لا يعني لكن جن افشا يعني متعته او قوته في الزمالك المنافس التقليدي التاريخي البطولة دي احنا بنقعد دول البطولة دي اللي هيكسبها هيفضل بس احنا احتفلنا بيها ساعتها وبعد كده يلا عندنا العاشرة بقى فهم موسيقى موسيقى